النشرة الجوية وتوقعات الأيام القادمة مع المهندس أنس رحمون من مرتفع جوية سطحية متمركزة في أجواء تركيا وتصل امتلاته حتى مناطق بلاد الشام إضافة إلى مرتفع جوية شبه وداريا علوي يفرضان معا بعد مشيئة الله تعالى طقسا خريفيا مستقرا حتى ساعات مساء السبت حيث يتقدم نحو المنطقة مخفض جوية ماطر بمشيئة الله تعالى بناء على هذا التحليل للطورات الغلاف الجوية نتوقع بإذن الله تعالى أن يكون طقس اليوم الأربعاء خريفيا مشمسا يتحول إلى غائم جزئيا مع انتشار ضعيف لبعض الغبار والأتربة بفعل تحول الرياح من غربية إلى شرقية حيث نتوقع أن تنشط مع ساعات نهار اليوم الأربعاء عند عشرين كيلو مترا في الساعة تكون درجات الحرارة عند سبع عشرة درجة مئوية نهارا تصل ليلا إلى ست درجات مئوية ومن المتوقع يكون طقس الخميس أيضا خريفيا مشمسا إلى غائم جزئيا مع بقاء الرياح الشرقية عند خمسة كيلو مترات في الساعة ودرجات الحرارة تكون عند سبع عشرة درجة مئوية نهارا إلا أنها تصل ليلا إلى ثلاث درجات مئوية لذا متوقع أن تكون ليلة الخميس الجمعة باردة مقارنة مع هذه الليلة القادمة أجواء الجمعة أيضا خريفيا مشمسا غائما جزئيا مع درجات حرارة حول معدلاتها حيث متوقع أن تسجل ست عشرة درجة مئوية نهارا إلا أنها ستصل ليلا إلى خمس درجات مئوية وتبقى الرياح شرقية هادئة عند عشرة كيلو مترات في الساعة في التوقعات متوسطة وبعد مدام توقع أن تنقلب المنظومة الجوية المستقرة اعتبارا من الساعة مساء السبت لنبدأ بالتأثر بمخفض جوي بارد نسبيا ماطر على فترات وذلك مطلع الأسبوع القادم بإذن الله تعالى هذا كان كل ما يتعلق طورات حالة جوي لقادم الأيام استودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النشرة الجوية وتوقعات الأيام القادمة مع المهندس أنس رحمون